بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن أولاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثاني التعليم المستمر أهلا بكم وحياكم الله في لقاء متردد على مائدة اللغة العربية في هذا الفصل الدراسي الثاني في مادة لغتي أهلا ومرحبا بكم معكم المعلم علي بن محمد الأحمر أحبتي بارك الله فيكم سوف نستعنف درسنا الذي بدأنا في الدرس الماضي ألا وهو فعل الأمر فعل الأمر يا أحبتي هو أحد أنواع الفعل الثلاثة التي سبق أن درسنا اثنين منها في السابق بسم الله الرحمن الرحيم كما تعلمون هذا هو كتابنا نفتع على الصفحة المطلوبة صفحة 220 إذن استذكر يا أحبتي فعل الأمر ما هو قبل هذا لاحظوا الكلمات اتخذ اطرده اتخذ فاتخذ واطرده واحفظ وحارب لاحظوا اتخذ اطرد احفظ حارب كلها يا أحبتي أفعال أطلب منها من الشخص الذي أتحدث معه أمرا محددا وكذلك انتهت بحركة واحدة إذن هي أفعال وهذه الأفعال يقوم بها المخاطب بعد زمن التكلم بالتأكيد ونسمي هذا الفعل الذي نطلب به شيئا معينا فعل أمر واستنتجنا بارك الله فيكم أن فعل الأمر هو كلمة يطلب بها من المخاطب القيام بعمل ما وكذلك لاحظنا بارك الله فيكم أن هذه الأفعال اتخذ اطرد احفظ حارب انتهت بحركة واحدة ألا وهي حركة السكون فاستنتجنا أن فعل الأمر علامته هي السكون العلامة التي تظهر على آخر فعل الأمر هي السكون إذن العلامة التي تظهر على آخر فعل الأمر كما قلنا هي السكون وفعل الأمر يا حبتي هو كلمة نطلب بها من المخاطب القيام بعمل ما وطبق لاحظوا هذه الجملة المكتوبة على يسار الشاشة نقرأها سويا من فضلك انتبه للدرس من فضلك انتبه للدرس أين فعل الأمر في هذه الجملة من فضلك انتبه للدرس أحسنتم إنه انتبه الكلمة انتبه هي فعل الأمر طلب بها من المخاطب الذي أخاطبه أن يفعل فعل محدد ألا وهو الانتباه للدرس لاحظوا بارك الله فيكم دائما في الأمر من الأدبيات ومن اللطف أننا نستخدم عبارات تلطيفية قبل الطلب أو بعد الطلب عندما أريد أن أطلب من أبي أو من أخي شيئا فأقول له يا أخي أحضر لي الماء من فضلك بارك الله فيك فأختم عبارتي التي أطلب بها طلبا بدعاء أو أبدأها بعبارة من اللطف والاحترام فأقول من فضلك لو تكرمت أعطني الشيء الفلاني فلاحظوا فعل الأمر أعطني انتبه سبقت بعبارة تلطيفية للتأدب والاحترام إظهار الاحترام لمن أخاطبه نعود مرة أخرى نقول من فضلك انتبه للدرس حسنا أطبق شفهيا هنا واحد أستخدم فعل الأمر لأطلب من أخي أن يقوم بالأمور الآتية وتذكروا بارك الله فيكم استخدام عبارة تلطيفية قبل الطلب أو بعده أن نستخدم مثلا دعاء لاحظوا بارك الله فيكم الطلب الأول أو الأمر الأول أن ينظف أسنانه ما رأيكم ماذا نقول حسنتم بارك الله فيكم نظف أسنانك لو تكرمت بارك الله فيك جزاك الله خير أو تسبقها فتقول له من فضلك نظف أسنانك لو تكرمت نظف أسنانك لاحظوا نظف هذا هو فعل الأمر نظف حسنا الجملة التالية أو الأمر التالي أن يتناول وجبة العشاء قبل ساعتين من ميعاد النوم ماذا أقول له؟ استخدم فعل الأمر أقول له تناول لاحظوا يتناول قلنا تناول يا أخي وجبة العشاء قبل ساعتين من ميعاد نومك تناول الجملة الثالثة أن يساعد أن يساعد في تنظيف البيت ماذا نقول؟ نصر من فعل الأمر أحسنت من فضلك ساعد في تنظيف البيت يا أخي من فضلك ساعدني أو ساعد في تنظيف البيت أن يحافظ على نظافة الأكل والشرب أن يحافظ على نظافة الأكل والشرب حسنتم نقول حافظ على نظافة الأكل والشرب حافظ حافظ حسن الجملة التي تليها أن يحضر إلى المدرسة مبكرا أن يحضر إلى المدرسة مبكرا ماذا نقول؟ من فضلك أحضر مبكرا إلى المدرسة أو أحضر إلى المدرسة مبكرا أحضر أن يبتعد عن المستنقعات المائية حسنتم نقول ابتعد عن المستنقعات المائية بارك الله فيك من فضلك ابتعد عن المستنقعات المائية حسنتم يا حبتي هنا يا حبتي كذلك شفهيا أستخدم أفعال الأمر الآتية في جمل تام لاحظوا الفعل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ستة أفعال أريد منك عزيزي أزيزتي أن تستخدم هذه الأفعال في جمل جمل تامة مفيدة لكي نستخدمها في استخداما صحيحا مع هذا الفعل لاحظوا المثال الأول نأخذ مثالا واضب واضب ماذا نقول نستخدم هذا الفعل في جملة تامة نقول واضب على تنظيف أسنانك يوميا لاحظوا استخدمنا هذه الكلمة في جملة تامة المواضبة هو تكرار الشيء بالاستمرار والانتظام عليه واضب على ممارسة الرياضة واضب على تناول الأكل الصحي حسنا الكلمة الثانية أو الفعل الثاني إز استذكر ماذا نقول أحسنت بارك الله فيك نقول استذكر ما تعلمته في المدرسة اليوم استذكر ما تعلمته في المدرسة اليوم الكلمة الثالثة شارك شارك حسنا أقول ماذا يا محمد أو يا أيها الطالب شارك زملاءك في حصة النشاط الفعل الرابع زر زر حسنتم أقول زر صديقك في المدرسة يا محمد زر صديقك في المدرسة الفعل الآتي أو التالي أطع أطع أحسنت أطع والديك تدخل الجنة أطع ربك تدخل الجنة وهكذا أطع من الطاعة احترم 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 نقول احترم أخاك الكبير احترم والديك احترم معلمك وهكذا حسنتم يا حبتي بارك الله فيكم إذن لاحظوا بارك الله فيكم أننا طبقنا شبهيا على استخدام فعل الأمر من خلال وضعه واستعماله في جمل تامة وكذلك تعرفنا بارك الله فيكم على حركة الفعل الأمر وهي حركة السكون وتعرفنا أن فعل الأمر هو فعل أو أمر يطلب به شيء محدد من شخص أخاطبه فأقول يا محمد اكتب يا خالد افعل ارسم وهكذا الواجب نصل إلى الواجب في ختام درسنا أطلب من أخي ثلاثة أشياء مبتدئا بفعل لأمر أريدك أن تكتب هذه ثلاثة أشياء في كراسة الواجب أريدك أن تطلب من أخيك ثلاثة أشياء ثلاثة أمور ثلاثة طلبات مبتدئا بفعل أمر هذا هو واجبنا يا حبتي في ختام درسنا هذا شكرا لكم وبارك الله فيكم ألتقيكم ببشاعة الله في درس جديد قادم في هذه المادة شكرا لتفاعلكم لا تنسوا الواجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته